بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبايا ان شاء الله الفيديو اليوم معنا فيديو مجمع لتطبيقات غرزة سي تو سي انا سبق كنت نزلت لكم فيديو فيها يعني على القناة وفي بعض السبايا قالوا لي طيب ليه ما نعمل فيهم مثلا لكاليك او سليبارات قلت لي لا يعني اي شغلة بامكاننا نحن نطيع على اختراعاتنا والواحد يفكر خارج الصندوق وانا رديت على الصبية انو انا رح فكر فيها وقلليك كيف ممكن نساوي بس بطريقة مبتكرة صراحة لما ابتدت بتطبيق لقيت انو طلعت معي اكتر من فكرة للسي تو سي وانا ما شفت ممكن حدا عمل منها سليبارات اذا كان موجودة على يوتيوب ما بعرف لانو بجد دورت وما لقيت المهم هو شو اهمية السي تو سي صبايا غالبا الغرزة دي من الغرزات اللي بسميها انا بسميها كنز انو بامكانه الواحد يجمع فيها بقايا الخيوط اللي عنده يعني باخر كل موسم هو مش محتاج يقطع خيوط لموا الخيوط اللي عندكن اقول دائما الخيوط الاقل عددا يعني الاقل كمية بالنسبة للكون ابدأوا فيها بالشغل بالاول كل ما كبرت معاكن او قربتوا باتجاه القطر استخدموا الخيوط اللي عندكن كميتها اكبر بترجعوا بعدين باتجاه الزاوية مرة تانية بتحتاجوا كمان خيوط اسمه سي تو سي لانه كورنر تو كورنر يعني من الزاوية للزاوية ولي ذلك ما بيبقى شي غلاء بشكل مستقيم وانا ما احنا منبتدي من الزاوية وانا ان شاء الله بحط لكم الفيديو اللي انا عاملته بصندوق الوصف ممكن حط لكم اياه كمان بالتعليق المثبت وشوفوا اذا لقيتوا انه مش كافي الشرح فيه وما حسيتوا انكم قادرين انا عم بحكي للمبتديقات طبعا انه ما كتير كتير واضح بالنسبة له نسيته سي من عيني ورأسي والله لولي بالتعليقات وانا برجع مرة تانية بعملكم فيديو مفصل بنعمل معه الوحدة التانية تبعت الحزاء ده بنعمل الها وحدة تانية المهم انا عملت السليبارات التلاتة دول طبعا الاصل فيها هي سيتو سي بس تكنيك الشغل فيها مختلف رح دلوقتي ان شاء الله هنشوف كل واحد منهم كيف منشتغله كيف هي القطعة تبعه كيف منخيطه لحتى نحصل على الشكل الجميل وبالاخر بامكانكم تحطوا الاكسسوارات اللي انتو بتكون ياها بس قبل ما نبتدي الشغل على بركة الله بتذكركم انه اللي لسه عم تشوف قناتي دلوقتي بعد الصلاة عن النبي طبعا تنزل تشترك بالقناة تضغط على الزر الأحمر وتفعل زر الجرس ولا تنسوا لايك للفيديو ازا سمحتوا اللايك بيرفع الفيديو بمحركات البحث على بركة الله نبتدي يلا بينا سبقايا رح نبتدي ان شاء الله بالموديل الاكثر بساطة بالمجموعة واللي بيلزمنا فيه مستطيل مشغول بطريقة الـ C2C وبرجع بأكد لكم انه C2C انا عملته فيديو سابقا لطريقة شغله وان شاء الله رح حط لكم لينك الفيديو بتلاقوه بصندوق الوصف وان شاء الله بتلاقوه كمان بالتعليقات المثبتة الان اللي نشوف الاول شو بيلزمنا من مقاسات لحتى نعمل المستطيل بتاع السليبر او البالوري او اللاكلوك اللي بدكن يعني لازمنا اول كل مقاسين صبايا منجيب شريط الاياس تعرفوا انتو المتر المعزورة يعني بتاعتله هذا سكوا كده وخدوا دوران الادم وخدوا اعرض مسافة تقريبا بدوران الادم احيانا الواحد البعض بيبقى ديق مش تشون عند الصوابع وتاخدوا دوران الادم خلوا هنا تحت عند اصل الصوابع هنا وعملوا دوران بالمعزورة وشوفوا الرقم اللي بيطلع معاكم انا طلي عندي هون تقريبا 20 سنتيمتر للمنكان يعني للرجل البلاستيكية ما له علاقة بس نحنا عم نقول كيف ناخد الماس اذا نكتب ورقتنا معترف انه دوران الادم فرضا 20 سنتيمتر الان مجي على المقاس التاني صبايا المقاس التاني عنا لازم نكون نقيس من الاصبع الكبير لطول الادم ونلف لغاية هنا انا طلي عندي هون تقريبا 24 سنتيمتر فاذا انا اللي عزمني مستطيل يكون عرضه اللي هو البعد الاقل 20 سنتيمتر او 21 سنتيمتر شوف شو بيطلع المقاس والطول 24 سنتيمتر طب انا كيف بدي اتحكم بالطول والعرض بتاع السيتو سي لانه انا ما عم بشتغل بسلسلة بداية صبايا لحتى اطلع بالمقاس اللي انا عايزها الفيديو بالتفصيل رح تلاقوا كيف انا لما بوصل للبعد الاقل ببتدي اقفل واطلع بمنزلقات بينما البعد التاني يلي انا عايزها يعني عايزها اطول بضل عم بستمر ضيف 6 سلاسل في كل مرة وبضيف وحدات جديدة لأوصل للطول المطلوب ان شاء الله بتلاقوا التفاصيل بالفيديو اللي عملكون عليه ازا الان انا عندي هذا المستطيل يلي له عرض اللي هو البعد الاقل وله طول يلي هو البعد الاكثر رح نطوي المستطيل كده وبصوا الادم رح تقوم كده ونحن محتاجين نقفل هنا راس الادم تمام كده هنشوف نعمله ازاي سبايا في عنا طريقتين اما الطريقة اللي انا دلوقتي هاحملها معاكم ولو انتو عاوزين نعملوها او انك تجيبي ابرة وفتلة عادي واعملي سراجة اللي بسموها سراجة يلي هو الخياطة انك تدخلي وتطلعي بالابرة والخيط للاخر وبعدين تشدي شدة قوية وتسبتي او تعملي طريقتي اللي انا بدي اعملها انه بدي اعملها بابرة الكروشي كالتالي رح نسحب كده حلقة البداية اللي احنا عملناها نسبت بسلسلة الاول وبدي ااخد انا عندي شوف السيتوسي بكل مرة بتلاقوا عنا ثلاث غرزات رح تلاقوا عنا ثلاث غرزات بالطول ورح تلاقوا ثلاث غرزات بالعبد رح ااخد غرزة واحدة بس في كل تربيع يعني الثلاثة دول انا اخدت عند العمود في الوسط كمان الثلاثة اللي في العرض دول سبايا رح ااخد كمان غرزة واحدة نجي للبعد كمان هناخد غرزة واحدة كمان اللي بالعرض غرزة اهو اللي بالطول هناخد كمان غرزة في وسطهم كمان بالعرض غرزة في وسطهم اهو رح نكرر واحدة بالطول واحدة بالعرض وانا كده بخلي الحلقات هالابرق كمان كده بكل تقسيمي سبايا اخدوا غرزة تمام اهو الان بدي يلف الخيط واطلع منهم كلهم على بعض ابتدوا بتطلعوا من وحدة وحدة اسهل عليكم واضحة هيك طلعنا من كل الغرزات السبايا شوف كأن عم نعمل دائرة هاتوا خيطكم واحبسوا بسلسلة بسم الله وبعد ما منطالع الغرزة سبايا خلاص احبسوها بسلسلة تمام كده منكون هنعمل بسلسلة كده تسبيت وما بدي اقطع الخيط هنصيبو لان كده لان كده اقفلنا الحتة اللي فوق دي اللي رح تكون اهو في راس الادم تمام كده سبايا الان بنا نجي نقفل الجزء ده حنتوي كده نخلي اللون عن لون اذا كان عاملين نفس الالوان سبايا اما اذا عاملين انتو الوان مختلفة مؤكد اللي رح يجي معاكن مش نفس الالوان اكيد ما يهمكون المهم انه يكون العدد بالنسبة لكون هو عدد ما زبوط منشوف هنا مثلا قديش رح نقفل بالنسبة للأدم بتقيسوه على قدمكم اهو رح يكون عندي من هنا لغاية هنا حنقفل لغاية هنا سبايا ونسيب ده مفتوح ده بالمقاس يعني اعملوا شوفوا المسافة اللي حتقفلوها ورح نقفلها مع بعض طبعا رح نجيب ماركر ونعلم نهاية الحتة اللي احنا حنشتغل لغاية عندها بالنسبة للتقفيل الآن الخيط اللي احنا ما قطعنا حنكمل شغل فيه الآن برجعوا بقول صبايا حابين انكن تشتغلوا بابرة وفتلة تقدروا حابين تقفلوا بغرزة حشو ممكن حابين تقفلوا بغرزة منزلقة براحتكم اختاروا اللي اسهل عليكم انا دلوقتي اهو هكمل هخش هنا وحنطلع من الطرف الثاني وحقفل بمنزلقة كمان اهم نزبط صبايا هنا عنا التقطيعتين كونوا على بعض كمان حبيتو كمان تقفلوا بحشو براحتكم يلا بسم الله رحمة رحي نطلع من هنا ناخد معنا الحرف الاخر نسحب خيطنا ونطلع من الابرة دي المونزلقة كمان من هنا ناخد معنا الطبق التاني نسحب خيطنا ونطلع من الحلقة اللي على الابرة برضو كمان نطلع ونطلع من الحلقة اللي على الابرة اهو كمان بس الصبايا كأني عم خيط بابرة وفات لانا معتزر منكم معلش صوتي ضعيف لانه معلش وضع الصحي شوي مش قد كده اهو كمان بسم الله بس سبايا دائما انتبهو لانكم تضل عندكم لحروف المقاطة منتظمة انا ما بدي اخد وقت كن صبايا لالفيديو لسه في عنا اكتر من موديل نشتغل عليه رح انهي وارجع لكم صبايا انا انهيت التقفيلة دي لانا قلت لكم عليها وقفلنا بقى من فوق والخيط اذا يلزم نخياطة انه نقفل عند السوابع ونقفل وش الادب انتو اختاروا الطول اللي انتو عايزين وعايزين ادم كن يبقى كتير عاوزين انه يبقى كده عامل زي الهاف بوت وانا صبايا انو هنمسك طبعا احنا بقى كده هنرجعه كده للمقلوب اهو هنرجع نرتب الحرف ده ونخيط هنا وارجع تاني اقول منزلقة او حشو او ابرة وفتلة برحتكم انا بدي يقفل صبايا بمنزلقة متل ما قفلت الطرف الاول هناخد حرفين دول مع بعض وانا قريضي حط الحلقة على الابرة يعني نجهز رح نسحبها ومط طبقتين مع بعض نحبس بسلسلة بس نأكد ايه ناخد هنا طبقة الحرف ده ناخده كويس عشان ما يفكش من ونسب تالي تاني تمام وخلص شوفوا الحلقة جيت لقلق هون كل اتنين جم مع بعض وحنشتغل حنطلع وطلع من الحلقة اللي على الابرة هخش وطلع من الحلقة كده سباية انا حنهي وارجع لكم اختصر عليكم الاشياء المكررة عشان نتفرغ للي حاجات التانية بس صباية انا رجعت لكم بس باخر تقفيل الكعب لان انا مش عايز اقفل اخر الكعب على الحرف بتشوفوني قبل كده انا عملت كذا سليببار بحب هنا نعمل لللفة لذلك لما بوصل للزاوية دي عشان ما تبقاش الزاوية كده عايبة السليببار انا رح خش كده وعملها بشكل تدوري يعني هنا هنزل شوية لتاحت واسحب المنزلقة من هنا وحنا كمان هنزل يعني حبعد عن الزاوية وعملها زي ما كون بعمل ربع دائرة صباية اهو بصوا تمام كده واوصل لغاية هنا وبعدين اقفل مبعفل انا اجي نفس اللون بصوا صباية عفوا شوفتوا بقى الواحد تصويب بيحصل معه حاجات ومحتاجات اهو الخطة تلف كده بشكل دائر هنا ما اخدته لاخر الزاوية عشان يعطيني هون خط منحن خلاص صباية كده نحنا خلصنا تقريبا من الاشياء الاهم اللي فيها خياطة اذا نسبتنا قمة السليبر خلاص اخدنا من قدام اخدنا طول اللي بدنا اياه لوش الادم وده حسب رغبتنا اخدنا كمان من الخلف فاضل عنا بقى الاكساسوريز تبع السليبر وده براحتكم انتم ننشوف ازاي بصو بقى صباية شوف الشغل قدي مرتب قدي نضيف قدي طلعي السيتوسي حلو ما حدا قبل كده عمل السيتوسي سليبر على ما اظن انا ما شفت وكانت في صبية على القناة يوم اللي شافت فيديو سيتوسي قدت ممكن نعمله سليبر لو مالو نفكر فيها والتفكير دي جابت الموديلات الحلوة دي ان شاء بتعملوها وبتمبس فيها وبتعمل فيها مشاريع المهم ارتفاع السليبر كده مناسب له هيقفل يدوبك بفستونات بغرزة حشو بحشو منعكس ده بتاعكم اللي حاب انه لأ يبقى زي الهاف بوت وتقفل هنا بحاجة مرتفعة يعني تطلع تعملها عمود امامي وعمود خلفي كمان بإمكان كون انا رح اشتغلها معكم عمود امامي وعمود خلفي اعمدة ممكن رح نشوف دلوقتي ازاي انشان ما يديق علينا في المسافة انتو راعوا لما صبايا بتاخدوش الادم انه يكون عندكم كمان هنا اتساع مناسب طبعا صبايا اختيار كلنا اللون بيكون حسب يعني انتو زوق بالسليبر اللي انتو عاملو يعني شوفوا انتو الالوان اللي حتعملوا فيه وشوفوا انتو عايزين تقفلو بانولون اشتغلوا علي انا المرة دي بدي يقفلو باللون الورنج انحاب ما بتقدي من هنا عشان يبقى التقفيل من وراء ممكن نبتدي من الخلف داخل ابرتنا نسحب الخين اللي حطينا له حلقة على الابرة وحنرتفع ثلاث سلاسل كأول عمود رح اشتغل مرة عمودين صبايا شوفوا ومرة ثلاث اعمد ليه لانه ازا عملت عمودين ده عمود امامي وعمود خالفي بيقفل قوي فشوفوا الحتة اللي تبقى عندكم هنا ثلاث عمود وقفين خدوا بكل عمود عمود الابرة النهار ده معك ثاني عمود ودول ثلاث لما بتمر معاكم الغرزة اللي بتبقى بشكل عرضي دي حطوا فيها عمودين وارجعوا لكم لو قادرين بتكن ثلاثة ثلاثة انتم شوفوا دي اللي انتم عايزين واشتغلوا عليه صبايا اهو الفراغ هنا كما اشتغلوا ثلاثة هنا ومشو كده صبايا بتحبوا تاخدوا ثلاثة عمود بتلاثة عمود ممكن كما انا اكمل وارجع لكم وسلسل الاخر الدوران صبايا رح اقفل منزلقة بتالت سلسل سلاسل ارتفاع رح ارتفع سلسلتين فقط ليه لانه ده بتعتبروا عمود خلفي رح ابتدي مباشرة بالعمود الامامي هيك الصبايا المبتدئات ما بيعرفوا العمود الامامي رح ندخل من الفراغ الصبايا نلف من ورا العمود ونطلع من الفراغ التالي ونشتغل العمود بلف تأسمه عمود امامي العمود الخلفي رح نلف الخيط ونجي من الخف ننزل من تحت ونطلع من الفراغ ونلف بصير الابرة قدامنا والعمود خلف الابرة وندخل بالفراغ التاني كده ابرتنا بصير خلف الشغل نلف الخيط ونسحب ونشتغل العمود بلفة عادي هيك بيكون عنا عمود خلفي كمان لف خيطنا بنرجع للعمود الامامي من فوق من وش الشغل بننزل بالفراغ بننزل بنطلع من الفراغ المقابل نلف خيطنا ونشتغل عمود عادي بلفة بيكون عنا كده عمود امامي كمان نلف خيطنا العمود الخلفي من نروح من الخلف من ورا الشغل من طلع الابرة قدامنا العمود بصير ورا الابرة على الفراغ اللي بعده من لف ومن طلع ومن ننهي العمود بيكون عنا كده عمود خلفي رح نكرر صبايا عمود امامي وعمود خلفي وبرد بأكد عليكن انه المكان اللي بكون عمود امامي وعمود خلفي الشغل بيدي عليكن راعوا انه يكون عندكن عدد اعمدة مناسب لدوران معسم القدم لو لقيتوا انه عدد اعمد تكون اقل ارجعوا فكوا اول سطر حد يفكي كتير ورجعوا مرة تعاني يشتغلوا لو لقيتوا انه ديق ومنتم مت ما قلت لكم نراعوا انكم هنا لما بتقفلوا سطح الادب منكم تخلوا مسافة اتراعوا فيها ان تكونوا مرتاحين بالاسوارة تبع السليب اذا ننكرر بس عمود امامي وعمود خلفي كمان عمود امامي عمود خلفي حتى ننهي السطر صلنا الاخر السطر سبايا السلسلتين اللي انا ارتفحت فيهم واعتبرتهم عمود خلفي حنقفل بمنزلقة ونرجع مرة تاني نرتفع سلسلتين لانه العمود الخلفي بيبقى اقصر من العمود العادي لذلك احنا اخذنا سلسلتين نرجع تاني نشتغل الامامي امامي اهو من لف خطنا ده عمود امامي منشتغل علي برضو عمود امامي والخلفي برضو منشتغل علي عمود خلفي طبعا تكرار عدد السطور راجع لكم ولزوقكم اللي بحب ارتفاعه عمل زي الهاف بوت اوكي يعني بحب عامله للدفا كل ما ارتفع فيها ادفاله اهو الصبايا صار واضح بالنسبة لكم انا نحكمل السطر ده والسطر كمان وارجع اوريه لكم سلبر نصار جاه الصبايا شوفوا قديش بسيط قديش حلو قديش شك وانيق وعزين وبقى كمان زي ما انتم عايزين اهو وال زي ما قلنا صوارة اللاكلوكا هو براحتكم عملوها شاء الله يكون يا رب الموديلة ده عجبكن هنشوف موديلات تانية بالسيت وسي يالله بين سبايا هلأ بدنا نعمل كمان موديل اخر بالسيت وسي يلي متل ما حكينا بالموديل الاول بيلزمنا معه سناخد فيه دوران الادم ولازمنا طول الادم بس بقى بيختلف عن اول موديل عملنا انه هون دوران الادم هو عنا البعد الاكبر ليه بقى لانه بص انا بدي اعمل دلوقتي معاكم موديل تبقى خياطه من الاسفل يعني انا ما بدي على وشه ما بدي الموديل ده سبايا اللي نحنا خياطناه من هون من على الوش لا انا بدي موديل كله سحبة واحدة وتجي الخياطة من تحت ولزالك نحنا من ساوي قطعة C2C تكون العرض تبعها هو العرض الاكبر اللي هو دوران الادم بص اهو هو البعد الاطواض البعد الاكثر هو العم اللي انتو بتحددون يعني عوزين بالوري لغاية هنا في صبايا ما بيحبوها عميئة بيحبو كيك والشر جليبان معاهم براحتكم فاذا بتعملوا لغاية هنا مثلا بتحبو لهون تحبوه هنا تحبوه هنا العمق دا انتو حددوا صبايا حسب ما انتو بتحبوه وعلى اساسه وقفوا عدد الاسطور الان لذلك الموديل دا بيلزمني انه انا ساوي اكتر من قطعة اول شي اخدنا الدوران واشتغلت انا ضليت اشتغل لحتى حصلت على عرض يكفي دوران الادم واشتغلت من هنا سطور للعمق اللي انا بديها طيب هنكفي بقى بقية الادم ازاي بقى عنا لسه الحتة دي صبايا يعني من هنا للاخر دي حنشتغلها ازاي لا يمكن كنا نكملها بالسيتوسي العادي لانه احنا بالاساسا بيكون عنا بشكل سلالم لذلك انا قفلت القطعة المستطيلة دي على الاخر وعملت هنا قطعة مستطيلة تانية بصوا انا يضبك شبكها بس عشان تشوفوها دي الواحد هشتغلت وحنشبكها بحسب الالوان طبعا الفن نحنا نكمل الالوان اما لو هتكملوا بالوان تانية كمان عادي يعني ما تتعبوا نفسكم انا عملت الوان عشوائية هنا وسبت المستطيل التاني اللي بدي كمل فيه من هنا عشان نعمله مع بعض وتشوفوها نعمله ازاي سبعي انا هون قصيت الخيط الاخضر وبدي يدخل اللون البني لان انا عندي هنا التقسيم بعد الاخضر بني واحد نسحب اللونين دون مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نسيب التلاتة الاخرانين ونرجع نشتغل عمود بالتلاتة الاولى اهو بقلي بالشغل ده كده بفراغ السلاسل هنا اهو اللي بارتفع فيه رح سبت بمنزلقة وارتفع ثلاث سلاسل اشتغل بالفراغ ثلاث أعمدة اثنين ثلاثة نجي كمان لفراغ السلاسل هنا كمان منزلقة اللي فتحت الفيديو دلوقتي صبايا وما شافت اوله بأكد لها انه شرح السيتوسي ده لوحده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة لان احنا كده ابتدينا سطر جديد وبنفسه منلف ومنرجع الثلاثة الاخيرات منشتغل بكل سلسلة عمود خلصوا معانا منمسك شغلنا كله كده منقلبه ومنبتدي نطلع السلال والله بحاول دائما المراحل اختصر لكم ياها كمان كده انهينا اللون البني بدي دخيل اللون البنك الروز ده وقص الخيط البني دخلت الخيط صبايا كمان رح ارجع اشتغل ثلاثة اعمدة بثلاثة سلاسة اللي تعطيها بر اولى هنا يعني اول ما طلعنا فيه بس من ناحية الابرسة فولا دلوقتي هنا نثلاثة سلاسة للاخيرات اهو رح نقلب الشغل ونبتدي رح نكرر اللي عملناه بالصعود بالنسبة لللونين رح انهي انا اللون الروز ونرجع اقول كيف نحنا اخذنا المعاص شوفوا بقى سبايا انا لما خلصت اللون الروز هنا خلصت الثلاث مقاطع دي اللي هي اللون الاخضر والبني والروز بس لغاية هنا يعني انا عندي سطرين بسطرين بسطرين طب الفتحة دي انا عايزاها لدي وش الادم دي نحنا حددناها صبايا نعتبر من البداية كده لما اجيت انا وعملت الادم رحت عاملة كده ولفيت الشغل وحددت المسافة اللي انا عايزاها من هنا الهنا طلعي الثلاث مقاطع اذا انا في الوسط المسافة تماما صبايا طلعي عندي ثلاث مقاطع دول لازم اتركهم بدون شغل فضل عندي من هنا مقطع اثنين ثلاثة او ثلاثة الوان وكلهم في سطرين اذا ده عشان ياخد الحرف الجانب ده ومن هنا كمان اتنين باثنين باثنين عشان ياخد الحرف ده واكمل والثلاثة دول الثلاثة الوان اللي في الوسط ده عند وش الادم اذا انا من الاساس اخترته حطينا القطع قدامنا كده قسنا وجهزنا نحن شو هو مقاس وش الادم يلي بدنا اياه مفتوح اذا حبيته تقفله اكتر براحتكم يعني وش الادم ده اختياري فرضو انا عايزة اقفل مثلا من هنا عفوا عايزة اقفل معظم وش الادم يعني عايزة بس الغاية هنا براحتكم بس انا اخدت وش الادم اللي هو زي اي حزاء عادي يعني بيبقى الواحد مفتوح بالحالة يعني صدفة سبحان الله طلعوا انه اعدادهم متساوية فطلع عندي ثلاث تأسيمات للجنب اليمين وثلاثة لجنب الشمال وضل عنا ثلاث تأسيمات بالواسط الان انا وصلت للمقاسي البيديا من هنا واكتشفت انه لما اشتغلت المستطيل ده انه كمان الثلاثة عرض كمان كفوني فدلوقتي حبتدي اقفل وما رح اقفل معاكن حتى ما يطول عليكم الفيديو رح ترجعوا كمان لفيديو السيتو سيو تشوفوا ازاي منطلع بمنزلقة خلاص هنا مش هعمل ستة سبايا انا كل مرة كنت بشتغل ستة سلاسل وبطلع دلوقتي لأ بصوا معلش هشتغل معاكم بس اهو عملت سلسلة ليش لانا محبة تكون هون مرتاحة ورح نجي بمنزلقات على الاعمدة لانه هنا خلاص قفلنا الزيادة احنا مش عاوزينه يطول خلاص خلصنا كده ودخلنا على فراغ السلاسل دلوقتي وبدي دخل اللون الاخر اللي انا هكمل شغل فيه ووصل لهون كمان ما رحكمل ست سلاسل وانما رحقفل عند المربع الاخير سبايا كده سبايا انا انهيت المربع هون بمقاس المربع السابق تماما الالوان يعني بتتناغم مع الالوان اللي موجودة بالطرف ده اهو كده الاخضر مشي البني كمان خد بعضه الروز الازرق هنا نفصله لانه رح يكون عنا وش الادم الان دول رح نسبتهم بخياطة عادي سبايا يعني خدوا ابرة وفتلة وزبطوا امركن حبيتوا بكل لون يعني حبيتوا شوي تتعبوا ويكون التأفيل حلو وكل سطرين يتأفلوا من نفس اللون انا هذا اللي فضله بلاقيه احلب كتير طبعا وكمان هون رح افل الحتة دي بالبنك والحتة دي حاقفلها بالبني والحتة دي حاقفلها بالاخضر وارجع لكم ما بدي اخد وقتكم يعني بامور بديهية وسهلة رح افلهم وارجع لكم سبايا اهو افلنا هنا الحتة دي كل واحدة عملتها بلونها بصوا حتى تكاد تكون مش بايني الآن بقى علينا ان نقفل الحتة اللي تحت وبننا نقفلها بالطريقة اللي قفلنا فيها الموديل الاول يلي انا قلت لكم اما بتلضموا ابري وخيط وتسحبوا الخيط السراجي من اول الخيط لاخره وتشدوا او اذا بتكن تعملوا بطريقتي بالابرة وناخد غرزة في كل تقطيعه اعملوا زي انا اخترت احد الالواني اللي موجودة معانا السبايا اختاروا انتو اللون بتلاقوا اقرب لشغلكم بسم الله دخل ابريتنا باول غرزة نسحب الغرزة اللي احنا حطيناها على الحلقة ورح نبتدي ناخد لنا اول شي نسبت بسلسلة وبكل تقطيعه رح اخد غرزة واحدة بس ورح نتركها على الابريت سبايا هاي تقطيعه تقطيعه التاني معلش هون غامق ما رح يبانى عليكم بانى لقى تقطيعات الفاتحة اهو كمان اللي بعدها رح تلاقوا تقطيعه بالطول وتقطيعه بالعرض دخلنا هنا على الموف اهو عندنا هنا ثلاثة رح اخد غرزة واحدة بس الشدوة لا اله لله هنا كمان اهو استنى يخلص الادان ونكمل كملت انا سبايا لحد الاخر دلوقتي هلف الخيط واطلع من كل الغرزات دي مثل ما عملنا باول مدين اهو ثلاثة دي ثلاثة دي ثلاثة دي حتى كمان. يرجع بقالكم لو اسهلكم الابرة والخيط كمان بامكانكم تعملوا. شوفوا شو بيريحكم بهادا الموضوع. كده خلصنا كل الغرزات حنلف الخيط ونطلع من الغرزة الاخيرة اللي نحن عملنا ها. طلعنا كده من انسباي هنعمل سلسلة تسبيت مشان الخيط ونقص خيطنا على بعد شوية حتى نسبت وبعدين وننظيف خيطانا. كده جمعناه بصوا. اه. طريقة دي. المرحلة التانية هي ايه? المرحلة التانية انه نقفل. الخط ده كله. فاكرين باول موديل عملناه سبايا قفلنا لغاية الوسط لان كانت فتحة الادم من هون. الان فتحة الادم عنا من فوق لذلك ده كله سفل الادم. ها بصوا سبايا. ده صار الخط اللي من تحت كله اسفل الادم. ده اللي بقى هنسحب كمان كده ونخيط نحط كل مقطعين على بعض ونخيطه. نجي نسبيت الزوايا هنا الصبايا بدب بوز. لان ما بنى نقطع الخيط هنا رح نجي من اول الادم وبعدين نلف ونجي نجي للطرف الاخر. اهو. تمام كده. وبردو بالابرة. حابين بالحشو حابين بمنزلقة حابين بابرة وفتلة براحة تكون صبايا. هنسحب كده الغرزة سبيت الاول بسلسلة. ورح اعملوا هنا بحشو. ناخد الطرفين مع بعض. سلسلة باي. انا الخط كله سبته بدب بيس. حتى يسهل علينا الشغل ما تروح وتجي ما قاطع معانا ونحنا عم نشتغل متفاجئ بالاخير. انه شغل لنا مش بيرفكت قوي يعني. سبت برجع بقول بغرزة حشو حبيته تسبته بمنزلقة كما. اهو سبايا. انا راح انهي بس اوصل لعند الزاوية وارجع لكم. انهيت انا الستر كله سبايا. بقي عنا انه نطلع على الحافة الخلفية للهزاق. اهو. كمان ونكمل. الحافة الخلفية بده اعمله بمنزلقة. ليهنك حشو هون منزلقة؟ لان ما بدي حافة الحشو هنا تبقى مداي على الادم من الافا. اهو سبايا. راح انهي وارجع لكم. انهينا الخياطة السبايا. ده شكل اسفل الادم. ده من الخلف. انهينا. بقي عنا المرحلة الاخيرة. انه نعمل. الداير هنا. ده شكل الصبايا. شوفوا اديه حلو مرتب. وبظن انكم انتم اول ناس راح تعملوا السليبارات بالشكل ده. الداير التقفيل عشان افلنا معاكم اول واحد ده. العسل ده افلنا بعمود امامي وعمود خلفي. فانا راح اغير باعتبار انا عملته هون عفوة. معلش سوتي تعمل. عملت عمود امامي وعمود خلفي مشان الصبايا اللي ما بيعرفوا يشتهلو. فدي عطيتكن اياها فكرة. الان الفكرة الثانية. مشان ما نكرر نفسنا صبايا. وباعتبار يعني السليبار ده شوفوا انا عملته اقزن ومغطي كل شي الرجل. عامل زي الشبش بالمقفول. الشيطي بس زاد عليه انو احنا كمان ندفي رجلنا من الخلف. احنا نعمل بس سطور حشو بالداير. اختاروا طبعا كمان اللوني انتو بتكون اياه. انا بدي اختار اللون البيتي ونعمل ان شاء الله مع بعض داير هنا رسغ الأدام. متل ما دائما بقلكن صبايا بنحاول دائما تبقى البداية بالخلف ما تبقاش من هنا. عشان الواحد دائما قفل السطر ما يبقى بيوش الشغل. وانما نقدر نخفي في الاخر. انا حاط عندي على الحلقة يعني عامل حلقة على الابرة. احاسحبها. سبيت بسلسلة. ونبتدي بغرزات الحشو. رح اعمل ان شاء الله على كل عمود حشو. لان احنا ما بدنا السلبر كمان يديق معنا. بتعرفوا كمان انه غرزة الحشو هي غرزة كمان بتديق معنا الشغل. اللي بتلاقوه كده بالعرض سبايا بتحطو فيه اتنين. حشو. الفراغ هنا كمان. وبين الاعمدة. حتى ما تفاجأ وبالنهاية بعد كل تعبكن. انه مدخل السلبر صار ديق عليكم. كمان. بصوا بقى سبايا. اهو. يعني ما هوش يعني شغلة صعبة. رح نلف. حتى هنا بصوا لو انتو عايزين الحتة دي تبقى تدويرة ممكن تاخدوا ثلاثة مع بعض. يعني لو نحنا مش عاوزينها بالطريقة المسطحة دي لما تصلوا للزوايا سبايا. لاحسن بس. انا فكيت بس عشان نوريكم دي زاوية هنا سبايا. يعني لو حابين تاخدوها هنا زي اللفة. حتاخدوا الغرزة اللي ما قبل الزاوية. وخلوها على الابرة. وبالزاوية. وخلوها على الابرة. ودخلوا عمود هنا. كمان. يعني غرزة. خدوهم كده مع بعض. حيلف معاكم. انا ما بدي خليها ملف. انا بدي اياها زاوية زي ما انا عملها كده. زي يعني وش العادي. التأسيمة دي. انا حاببتها. لذلك بدي خليها حشو. في كل غرزة عمود. لذلك بدي في الكوندو. بس عطيتكم الفكرة. سبايا لسلبر اهو كمان. انا عملت يدو بك كده. اربع سطور حشو. بس مشان وقت التصوير. طبعا انتو لو حابين ترفعوا اكتر. براحتكم. متل ما قلتكم. تعملوا هنا في ستونات. وراحتكم. تعملوا عمود امامي وخلفي. كمان بامكانكم. هيك منكون انهينا الموديل التاني ده. بالسي تو سي. وده الموديل الاولاني. اهو شوفوا مدلة عاكم. انا ما عندي اكسسوارات. عم حط لكم الحلقة. بتاعي اكسسوارات. باقي عنا لسه موديلة كمان. انا اظن انه رح يكون الموديل الماستر. واللي كلكم رح تعملوه بظن الموديل. هنا كلها الموديلات احلى من بعض. اذا بتعملوه بتكونوا احترافيين جدا. وبتكونوا عملتوا قطعة جديدة. ومميزة كمان. الى الموديل الثالث ان شاء الله. السبايا هلأ بقى جينا للموديل الثالث. انا بتخيل انه معظمكم رح يحب هذا الموديل. لبساطه. فاللي بترغب بالتميوه اذا بتعمل الموديلات واحد باثنين. اللي بترغب بالسهولة بتعمل بالموديل رقم ثلاثة. الموديل رقم ثلاثة. بيفرق عن الموديلات الثنين السابقين سبايا. انه ده مش عايز طول وعرض ودواران ادم. والحتة دي كلها ابدا. ده عايز طول واحد. هو طول الادم. يعني محتاجين فقط ضلع واحد. لان القطعة اللي بدنا نعملها هي قطعة مربعة. والقطعة المربعة يعني معلوم كون انه عدد اضلاع المربع متساوية. فايا كان رحنا رح ناخد فقط طول الادم. اذا من الاصبع الكبير لغاية عنا منحنى العقب. يعني خلف الادم. ده اللي بيكون طول الضلع اللي نحنا محتاجينه فقط. ما محتاجين غير اياس طول الادم. يعني منحت هيك منضل منشتغل المربع بسو. لحتى يصير طول الادم المطلوب. ليه بقى الكلام ده ومش محتاجين دوران الادم المرادي. لان طريقة خياطه ده مختلفة. ده يعني حتى خياطه حتى تخيط سي تو سي. يعني من الزاوية للزاوية من الكورنر للكورنر. بصوا بقى سبايا. نحنا في عنا هلا أثناء الشغل بأسناء مع ملوين. بيطلع عنا حرفين من حروف المربع. فيهم شبكة الخيطان اللي نحنا منتم فيها التغيير. أنا لما بيكون لونين بس سبايا ما بقطع الخيط. لأنه مباشرة بطلع يعني تقسيمتين وبطلع تقسيمتين وبغير. أما إذا كنت تعملوا أكتر من لون. أكيد مضطرين إنكم تقصوا الخيط. وبالتالي ما بطلع عندكم هالطرافو إنما بطلع عندكم عاد. لذلك نحنا مشان نخفي هالعيوب. ونتخلص تعتبر تنظيفة للاكلوك أو للاسليبر مباشرة. نحنا بالأساس بدنا نطوي كده سبايا. أهو كده بصوا. شكل الأدم أهو هاي الأدم. عجبنا لكلوك المدلع تاني كده. حلو الكلام؟ طب. إذا طوينا هيك بصوا. يعني وين عم بيكون هاي هون خيطان وهاي خيطان وعننا حرفين نضاف. خلوا الحرفين دول يلي بدنا نحنا نخيط عليهم هدول. هاتوا الحرف ده. والحرف ده وحطوه على بعض كده. حلو الكلام؟ أنا هيك سهلت عليكم المسائل. نحنا هيك صار عندنا شكل الأدم. بالطريقة دي. فمعناها رح نخيط يعني نقفل الحتة دي. وبالتالي الخيطان دي رح تختفي معانا. بيلزمنا إنه نخيط بصوا بقى رح نخيط صبايا. الحرف ده يلي هو أرض الأدم. ورح نرتفع من هنا بمقدار العقب من هنا. شوفوا انتوا عايزين نعمقوا لغاية فين؟ طبعا ما فيكن تنرتفعوا أكتر. ليه؟ بيديئة عليكن. انتوا شوفوا المربع عملتوا عرض أي وقدي. بتقدروا الدخلوا رجلكون وانتوا مرتاحين. الدخلوا أدمكن وانتوا مرتاحين. وارتفعوا الارتفاع اللي بيريحكم. إذن الفيصل في ذلك من هون. إنه تكونوا لسه قادرين الدخلوا أدمكن وتبقى مرتاحة. فارتفعوا انتوا بالطريقة اللي بتكون يعني. إذن أنا هلأ شو بدي خيط هاي المربع رح نرجع نفتحه مرة تانية اهو. تمام؟ رح نطوي حول القطر. هكذا. ورح خيط الحتة دي. ورح أطلع بالحتة دي. بس الخط التحت يعني يقسف للأدم صبايا. مش رح خيطه كله للآخر. ولقلكم ليش. هلأ نحن بالعادة منخيطه كنا. بس لما ونخيطه بيطلع لبوز. في بعض السبايا بيحطوا هذا البوز. بيحبوه حتى. بيخلو بيجيو بيقلبو لفوق. بيحطو له كرة بمبون يعني اللي هي الريش. نحن في عنا طريقة احتراق فيه. وأنضف لحتى يطلع معنا البوز مهتوع قطع. وبدون ما نعمل تشوهات ببداية السليبر. ولذلك هلنا رح أقلبو بقى دلوقتي على المقلوب صبايا. لأنه بدي خيط هيك مشان شو. مشان الخيطان تبقى عندي. ع الخلف. اهو كده. تمام. وهنا رح ارتفع تقريبا لغاية هنا. يعني رح ااخد هذا الانتفاع. إذا انه ممكن يكون شي خمسة سنتي سبعة سنتي. بي راح تكون. لأنه هون ممكن يكون عرض الادم. شان هون يكون عرض الادم. رزق الادم هون يكون مرتاح. إذا رح ابتدي من هنا. اهو. رح نخيط كده. حلو. ونرجع نلف للحتة دي. قبل ما نوصل للأخير سبايا هنا. رح سيب حتة تقريبا شي سبعة سنتي. هلأ فرجيكم ياها. رح نطوي الحتة دي هنا. اهو. زي المثلس. بصوا. ورح نخيط الحرف ده الوحده. والحرف ده الوحده. اهو. ومن هنا نقوم لما من الادم بيقوم بيطلع معانا عريض. الآن يعني بالتنفيذ العملية رح نشوف كيف رح نشتغل. يلا بينه. انا هلمرة ما بدي اعمل لاحشو ولا منزلقة بدي خيط بابرة وفتلة. رح نبتدي بالأول شوفوا. اعمل هيك نطلع لفقه تماما نحط عدي. وبعدين نرجع مرة تاني منخيط الصبايا. نعمل كده. نقرب لكم صورة شوي. وما رح عمل لعقدي. رح أوصل لهون. ووقف. اقلي. وارجع تاني هيك بيكون معانا. الخيط انعقد بدون ما يضل في عقدي. عادي. نرجع تاني مرة تخيط من هنا. ناخد الخيط ده معانا. نشوفكم كده شوي حتى ما عود تبقى تنظيفها بالمرة. اهو. بصلنا لخيط البيج. حابين تخيطوا زي الخياطة اللي هي اللي بسموها السراجة العادية. حابين تلفوا بسموها لفق. يعني حابين الخياطة دي او دي. كده. يعني تلفوا لف كده. اهي. حابين بقى منزلقة حشو براحتكن. انا قلتلكم ان دائما الخياطة دي. والتأفيل خلو زوقكن انتو اهم. حابين تعملوا كده؟ ممكن. والله انما كانت خيط الاحمر هون القسم الاحمر. انا ففضل انه اشتغل الاحمر بسلق بدي ضل معاكم. عشان نخلص بقى من الحدوتة دي. كونه انا عملتها. عينة يعني. بس انتو ازع ما بتعملوها لطلب. اه لا بليز اشتغلوا باحمر. لا تعملوا مثلي. انا بس بدي اه يعني الهدف عندي دلوقتي. تكنيك الشغل سبايا. محل الاحمر خيطوا باحمر بليز. الآن اه شوفوا سبايا. انا خلصت الحرف ده المرتفع ده. رح ديروا لعنكم. خلصت كده. بدي امشي دلوقتي على اسفل الادم. انا بفضل ان كنت يعني تسبتوا بحشو. الحشو هيخفي لكم كل الخيوط دي. خدوا بق معاكم كل هالخيوط اللي عنا بالطرف. جيبوها لهون. هعديها انا هعدي هيك هعدي الخيط من تحتها. حتى نسوها للحرف. طبعا بعدين اي اطراف بقى بتضيلة زايدة. مش هزي بقى عن الموضوع دي من قصة بقى. بس بعد ما نكون امنا سبايا. انه احنا سبتنا شغلنا مفيش غرزة حتفك مننا. تمام كده؟ يعني انا برد بقى لكم الخياطة دي بتتخيط بالاحمر سبايا. وانا لو بدي اعمل منه فردة تاني راح فك وساوي. بس هالا متمقتلكم انا عملته عينة سريعة بس مشان نقفل الفيديو. راح خلص بس اصل لغاية هنا وارجعلكم. بس بقى سبايا الحتة الاخيرة. احنا فينا متمقتلكم نكملها كلها وتبقى عاملة زي اللسان. اللي ما بتحبها لسان بتتجي هنا. سيبوا الحتة دي بضنون خياطة. وبعدين هنجيبوا الراس ده الراس. نوصل لعند اخر مكان وصلنا فيه بالخياطة كده زي المسلس اهو. بسوا اهو. وناخد كل الحرف كده يعني فرعناه لحرفين. الحرف ده هنخيطه مع الحرف ده. راح نسبك مع هذا الطرق. برجع وبيقول لكم الخياطة دي انا خياطة مبدئية مؤكد لو انا بقفل قطعة هقفلها بشكل انضف من كده بكتير بس. النهارده يعني شغل كان كتير علي اكتر من لك لو كان بامكانه. وابدي اقفل الفيديو بس عشان الحق ايه. ما انتجوا نزلكون يا صبايا. خلاص كده دي هنقطع الخيط هنا. حيبقى عندنا الطرف الاخر. كمان من المسلس ده. انتلكون بدل العدي بنجيبه كده. وبنسبت فوقه. بناخد الخيط معنا. طب شو معيار مسافة المسلس ده. عرض الادم من قدام صبايا. الواحد لو الادم رفيعة كتير. حاولوا تخيطوا اكتر. لفوق. وتخلوا المسلس اصغر. الادم عريضة خلق نزله. السوية تبعها شوي. خلاص كده سبتنا القص. ده حيبقى شكله كده. حنقلب ونشوف. بصوا بقى صبايا شو طلعت تقفيل بالطريقة دي حلوي صارت من القفة. شوفوا الخياطة كيف صارت. هنا. وهي عندنا هون الخياطة تبعة الادم من تحت. وهي الخياطة تبع الارتفاع هنا عند الكعب. من هنا. وده صار شكل اللي كلو حنعمل ايه. ده بعد ما منلبسه رح نطوي دي. بالشكل ده. رح نلبسه للادم ونشوف. بصوا بقى صبايا. كده خلاص معانا سهل كتير كتير وبسيط. وهي هلا كان ثالث موديل بالسيط والسيط. لاحظوا لان احنا بالاساس بنشتغلينها مائلة. يعني شوف لان هون. مشتغلينها مائلة هنا. وحطيناها بشكل سوي. بينما لانه هون حطيناها بشكل مائلة. شوف سبحان الله شوفوا كيف عطي هون هالجمال. وشوفوا هون لان هي بالاساس مشتغلة مائلان. ولما خيطناها خيطناها مائلان اما ترجع تستوت. يعني عملت شكل سوينا. وشوفوا ما اجمل. الالوان اللي بإمكانكم تدخلوها. بهالموديل. وهون كمان هاي الطاويلة احنا طاويلة. بإمكانكم تخلوها لفوق على رجلكون. بتدفيكم بالشتاء. بإمكانكم تدخلو. انا يا ريت ولا كان حاسبي الحساب. في كتير تجي هالليرات اللي بتلاقوها على داير الاساور كتير حلوة. بسلسلة بتضموها بتعملو سلسلة. بتبلش تنزل تعمل. علك لوك مثل الخرخال. كمان كتير كتير بتطلع حلوة. يعني انا هلا هيك ان شاء الله. عملت لكم ثلاث موديلات مع بعض. حبيت ضمنوا الفيديو واحد حتى ما تضيعوا. ويكون اجزاء. بتمنى انه يكون هالفيديو مفيد وسهل وبسيط. وحلو كمان. اذا كان عجبكم الفيديو. لا تنسونا من الدعوة اول كل بزهر الغيب. ثانيا. انزلوا وعملوا لايك للفيديو بليز. لايك للفيديو بيرفعوا بمحركات البحث. بتمنى ان شاء الله شوف تطبيقاتكم صبايا على صفحة كشكول بسمة. او على جروب بسمة. اللي رح اطولكم بإذن الله بصندوق الوصف. حتى اللي له سؤال او عنده بطرون او عايز استفسار. بتعرفوا انه اليوتيوب بالتعليقات ما بتنزل الصور. فاللي له صورة بدي يستفسر عنها. بنزل ليها على المسنجر تبع الصفحة. او بنزلها على الجروب. اذا في مشكلة. منتساعد مع بعضنا بحلها. حتى القاكم. ان شاء الله استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.